اشتركوا في القناة وكانت يديرش تابع شي طريق خيب يرى القرآن يرى القرآن الكريم يكون مثلا كي يشرب مثلا ولا تيمشي في شي طريق خيبة يعني كيف ما كانت ذيك طريق خيب فيرى المصحف الكريم وبالأخص إذا رأى بعض الآيات ومن العلامات التوبة يرى صورة التوبة كنا واحد صورة في القرآن اسمتها صورة توبة وكذلك يرى آيات قرآنية فيها التوبة يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوحة آيات كثيرة يرى مثلا من علامات التوبة يسمع الاستغفار في المنام أو أحد يقول لي استغفر هذه علامات التوبة أمره أنه يشهد الطريق الله أنه سيتوب عليه يرى نفسه في المسجد من علامات التوبة اللباس الأبيض لأنه رمز النقاء الطهارة الصفاء وهو علامة كذلك من علامات توبة الإنسان صحيح كلام ذلك كلام في الحقيقة قد يشوفها علامات التوبة يشوفها الإنسان اللي هو عاصي وما تيصليش وتيشرب الخامر أو تيتعمل يعني معاملات محرمة وأفعال محرمة وكذلك يشوف علامات التوبة حتى هدك لتيصلي تيكون عنده تقصير كيكون عنده فطور بل هما الأكثر اللي قد يشوفوا العلامات ديال التوبة ولما نرجع القرآن الكريم لقوا الآيات يخاطب فيها الذين آمنوا اللي يصلي والذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوحة لما تيقول الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون المؤمنون يعني المؤمنون هدر تيصلي الذين هم في صلاة مخاشعون الذين هم عن اللغوي معرضون فالعلامات يقدر يشوفها اللي يتيصلي ويقدر يشوفها اللي ما تيصليش العلامات اللي كيشوف مثلا بالنسبة اللي يتيصلي تختالف شيئا ما لأنه عنده واحد شوية واحد شوية الإيمان وشوية الخير كيقدر مثلا بزاف الناس تيصلي وكي لا تيصليش الفجر ويشوف أنه سيتوب الله باش يولي يصلي الفجر كي ينعس على صلاة الفجر مثلا وقد يرى وهذه أنا وقعت لي كانت يعني فترة مدة طويلة ببداية الانتزام وكانت هذه المجاهدة تتصلي الفجر وتوفيق من الله سبحانه وتعالى وكي كنت تفريط من الإنسان يصهار وكذا وكان وقعت لي واحد الحادثة مهم كان مجموعة اختصارا شفت واحد العلامة وقعت لي ولم أجدها في كتاب ورأيت أنني ألبس قميسا أبيض ومن ذلك الوقت من ذلك الوقت والله العظيم ولم تفوتني صلاة الفجر يمن الله عليه تبارك وتعالى من العلامات ديال التوبة أنك ترى في المنام تتلبس قميس وأنت من أهل الإيمان وأهل زعمة تتصلي وكذا فهذه علامة التوبة أنك تتوب من صلاة الفجر كتمشي لك وهذاك لا شك أخص لي تيتعمد ويخليها أخص ليك يغلب النوم واللي يكون الفانيد واللي مريد هذه قضايا أخرى فكذلك من العلامات التوبة بالنسبة للإنسان لهو كي يشرب الخامر أو كيمشي وحد الطريق تيشوف مثلا يدخل المسجيد قد يرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصحه هذه علامة عظيمة وكبيرة وقد يرى يمسكه من يده هذه علامة توبته وأنه سيتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو يرى أحد الصالحين أو أحد الأخيار من الصحابة كعمار أو كأبو بكر هذه علامة توبة العصات أو يرى أحد العلماء المعروف كمالك وغيره من العلماء المشهود لهم بالعلم ويكون هو في أحد طريق خيبة ويشوف أحد الأخيار الله سبحانه وتعالى تيجيب لي يا أحد الناس أو يرى أحد الأخيار في العائلته الحكمة دي الله سبحانه وتعالى تقتضي أنه يجيب شي حد لي هو يقبله يمكنش يجيب لي شي حد وخي يكون من الصالحين متى يعرفوش ومتى يبغيش فعلا رؤية الزيارة إذا كان الشخص عاصي ويرى أنه يزور الكعباد يدل على توبته وتدل كذلك على زيارته فتيجمع لي الله جوجة البشرية أنه غيتوب إلى الله ويشد الطريق ثم يكرمه الله بعد ذلك التوبة بزيارة ذلك المقام العظيم كذلك قد يرى المدينة المنورة قد يرى يعني الآيات بالأخص الآيات القرآنية التي فيها التوبة وتدل على توبته قد يرى مثلا طيرا قد يرى طيرا يعني كالحمام الطيور يعني المشي الجارحة وتحمل شيئا من الحبوب يكون منذكور عليها اسم الله سبحانه وتعالى أو ترميها عليه فتدل على توبته تدل على كذلك على توبته أو كذلك من العلامات توبة سقوط المطر مع أنه قد يدل على استجابة الدعاء وهو الصيب النافع كما قال عليه الصلاة والسلام رؤية المطر يسقط عليه ويكون هو من أهل يقع في الدنوب وكذا تدل على هذا المطر يطهره من هذه الدنوب ومن هذه الطريق اللي كان فيها فبتلك يتطهر والله يقول وأنزلنا من السماء ما أنطهور هذه من العلامات كذلك توبة للإنسان والعلامات كثيرة في الحقيقة لا غالط غير صحيح فقد تدل فعلا على توبته من الدنوب والرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث كيف نفسره بالقرآن وبسنة النبي ثم بالمعاني العربية شمتي هناك هنا وحد القواعد باش كيف يصر غالط هذا الكلام غير صحيح فالرسول كانت يقول على هذا القديد العمان كانت يقول الله مغسني بالماء البارد ونقني من الدنوب كما ينقى التوب الأبيض من الدنس فدل على التنقية والغسل بالماء أنه يعني توبة من الدنوب دلت على توبة من الدنوب وقد يكون الإنسان مريض تدلع على شفائه هكذا كي يجي الصياق شوف على الحال الشخص هو كيف يجد إذا كان هو من أهل المعصية وتدير شي يدنوب وشاف تيغسل في البحر أو كيخوي عليه الماء دلت على توبته أو كيشرب الماء ماء زمزم أو غيره ماء زمزم ماء مبارك وكان هو من أهل المعصية وتدير شي معصية أو كيشرب الخمر دل على أن الله يعافيه من هذه المعصية وهذه علامة توبته دائما الرؤية كتجي معه تطابق مع هذا الشخص وكيف يجد حاله مثلا يعني كيف قلنا مثلا مرأة حاملة وترى دم من خرج هذا دل على نزول حملها هتولد وهكذا يعني كيجي عنده حلاقة الشخص كيدير واحد المعصيات يدير واحد النوب كيدير عنده واحد البليا وتيشوف واحد المنامة كيغتاسل أو في الحمام دل على العافية من هذا الشيء إن الله سيتوب عليه وسيعافيه من هدك هدك الدنب ومن هديك البديو والعياد بالله